اشتركوا في القناة ويجازم عشان البنك خد بالك طبعا في تعريف نظام الاعتماد المستندي هو تعهد من البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة الفاتورة كاملة عندما يتلقى البنك الوسيط المستندات فطبعا البنك عمره ما هتعهد بالكلام ده ولا عمره هيفتح الاعتماد الا اذا توافر قيمة الشحنة كاملة في البنك او حسب علاقتك انت في البنك هل في دول غير خاضية على الاجراءات الجمهورية مثلا نستورد على الدولة ونشحن وشاطا من المصر لا خالص ده ملوش علاقة بدولة معينة ده وسائل الدفع اللي سيتم تطبيقها على جميع الوردات القادمة الى جمهورية مصر العربية من اعتباد البنك بيكون في دفع 30% ولا من شروط الاعتماد دفع 100% لا خالص لا لا ممكن طبعا تدفع 30% ديبوزت وال70% عند استلام المستندات بعد الشحن واستلام المستندات هل يكون مسموح بسي دي لا بتبقى لهذا الكلام ان مش هيكون مسموح لا بالتيتي ولا بالديبي ولا بالسي اي دي فقط لسي او اعتماد مستندي رفع المستندي اقار جو اكس لا يتعارض مع ارسال اصول المستندي خاصة مع تفعيل اعتماد المستندي انا بتكلم عليها وسستامر السراوي ان فيه تصريح طلع من عدة ايام بيقول انه فيما بعد هيتم قبول الصور الالكترونية للمستندات يعني مجرد ان انت ترفع بالاصل ترفع بوليس الشحن على كارجو اكس ظهرت في نافذة في مصر خلاص يتم الافراج عن الشحنة يبقى اذا ازاي يعني اذا مش هتحتاج اصول طب ازاي انا مش هحتاج اصول في الجمرك في مصر وازاي في نفس الوقت هي هتكون شرط او ازاي انا هديها ليه البنك ما هو انا اقدر افرج بصور المستندات مادام ظهرت على كارجو اكس اعتقد هنا هيبقى الامر ليه علاقة بيه نموذج اربعة اللي انت بتاخده من البنك انا حاولت عربون وروحت البنك النهاردة عشان اكمل الفاتورة مش موافق يحول باقي قيمة الفاتورة طبعا لانه فيه نوع من الدربكة حاليا فيه نوع من اعادة هيكلة الامور عشان كده اكتر من صديق ذكروا فعلا انه الناس راحت النهاردة ومبارح عشان يحاولوا والبنك قال احنا ما عندناش تحويلات لمدة 3 ايام اعتقد البنوك في مصر كلها حاليا بتوفق اوضاعها على حد ما تتكيف على الوضع الجديد مارس ولا فبراير انا جاوبت يا استاذ ابراهيم انا قلت ان القرار صدر في 12 فبراير تطبيقه من واحد مارس تطبيقه من واحد مارس يعني فلوس البضاعة كلها لازم تدفع البنك اه طبعا في الحالة دي لازم عشان البنك خد بالك طبعا في تعريف النظام الاعتماد المستندي هو تعهد تعريفه ايه الاعتماد المستندي هو تعهد من البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة الفاتورة كاملة عندما يتلقى البنك الوسيط المستندات فطبعا البنك عمره ما هتعهد بالكلام ده ولا عمره هيفتح الاعتماد الا اذا توافر قيمة الشحنة كاملة في البنك او حسب علاقتك انت في البنك سبعتاشر مارس المكلمة عن سبعتاشر مارس يا جماعة سبعتاشر مارس المشكلة للموظفين في البنك المستندة ما فيش خبرة كاملة احمد سامير بص يا سيد احمد انت لمست نقطة جماعة خطيرة جدا 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 النقطة دي بتقول ايه وقعيا بصراحة انا قلت قبل كده بس انا مش عايز اخصصا ما احركش حد او محدش يعني ياخذ الكلام على احراج مني انا بقول بصفة عامة وانت فهمها يا سيد احمد سامير اللي هي ايه ان المجتمع التجاري المصري غير مهيئ منذ فترات وليس لديه الخبرات الكبيرة في عمل المستندات او الاعتمادات المستندية ليه عشان طوال مئات السنين وعشرات السنين اللي فاتت نسبة اللي بيعمله اعتماد مستندي في مصر اعتقد لا تتجاوز العشرة في المية اللي هي الشركات الكبيرة والشحنات العملاقة الشحنات العملاقة لكن ما دون ذلك كله بيشتغل بالتيتي وكله كانت الامور سهلة في مصر والامور ميسرة فلذلك فعلا ممكن يكون جزء من كلامك صحيح يا سيد احمد عشان كده انا نصحت صديق من شوية لما قلت له ما تدورش على البنك انهي واحد بيدي لا ده بيدي واحد في المية ولا نص في المية دور على اللي فاهم كويس ويرى في فاهمك كويس ويشرح لك كويس ازاي تعمل اعتماد مستندي مصبوط لصالحك وليس لصالح الطرف الاخر لصالحك وليس لصالح الطرف الاخر اي بقول الشحن الغايد 17 ستاكده على النظام القديم هذا ما كيف انا ذكرته انا ما اعرفش ازاي راجع تاني يا سيد تامر ممكن المكتب في صيني يساعد في الموضوع ويسهله طبعا بالتأكيد بس انا عندي حساسية ان اتكلم في هذا الامر يا سيد عمر عشان ما يتخدش على اني بروج للمكاتب وان كنت انا بقرى في الفترة اللي جاي يا جماعة الافضل انت هتواجه اصلا عقبة بالذات مع الصين هنا هتواجه ان نسبة اكتر من 50% من الموردين الصينيين بيرفضوا التعامل بالاعتماد المستندي على اساس زي ما قلت لك كده بسبب احداث ما بعد الكورونا وبناء عليه انا ارجح ان يكون فيه سرد برطي طرف تالت وعندك مشكلة تانية كل المستوردين اللي بيشتروا بضعائهم من الاسواق انت عندك انا في ايه وسوق الفتين انا اتحدى حضرتك تجيب لي مورد واحد من 100 الف مورد موجودين في سوق الفتين انه يقبل باعتماد المستندي اتحدىك وانا بقوله على الهواء مباشرة مفيش ولا مورد ولا مورد من المائة الف مورد اللي موجودون في سوق الفتين هنا في مدينة ايو هيقبل با اللي انت بتقوله ده خالص انت اتعملت معهم مباشرة لان انت اصلا وهم كل المستوردين اللي بيجيبوا الفتين ما بتعاملوش مع الموردين مباشرة لازم مكتب وسيط زي مكتب هيسم او مكتب اكس واي زد مصري عربي يمني سوري اردني كل المكاتب دي هي اللي بتشتري من الموردين اللي في سوق الفتين وبيجمع في المخزن هو اللي بيعمل ايشيونج للفواتير والباك انجليست وبالس الشحن والحاجات دي كلها فانت برضو كده كده هتكمل شغل مع المكتب الوسيط ويفضل في الفترة الاولانية ان انت تشغل مع مكتب وسيط الناس الجديدة او الناس اللي هي ما عندهش خلفية بالاعتماد المستنى دي لحد ما تفهم كويس وتعتمد امورك كويس لا ما حصلش اي خطأ لان الخطأ السغنة قد كده في شروط الاعتماد ممكن يموازلك شغل كله الغرض تحجيم حجم الاستراد والتعامل مع الكينات الكبيرة فقط والله يا سيد احمد محمد قال ما اقدرش اقول كده لكن اقدر اقولك اللي هو اعادة هيكلة واعادة تنظيم وفق قواعد وحكمة قواعد الاستراد زي ما البيان بتاع البنك المركزي قال ووزارة التجارة ووزارة المالية ان بتسعى الى حوكمة عملية التجارة الخارجية الشركات الكبيرة دي بس هي اللي هتستورد والله مش شرط انا تاني يا استاذ احمد شبراوي انا لا اؤمن ابدا لا باليأس ولا بالاحباط ولا بالقنوط ولا بالاستسلام للامر الواقع لا يا صديق العزيز البلد فيها خير وبلدنا كبيرة وبلدنا فيها اكبر معدل تداول بلدنا فيها 110 مليون بني ادم فيها ثروة بشرية كبيرة هذه الثروة البشرية كل يوم بتاكل وتشرب وتستهلك وتشتري وتبيع وتتحرك وتركب وتروح وتنزل وا 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 الشاطر اللي هيقدر يستفيد ويتفاعل مع الاحداث اللي بتحصل ويوظفها لصالحه لا بد ان يكون عندك الايمان اليقين بهذا اولا كرائد اعمال ولذلك انا ادعو ان انت دائما كل الناس اللي بتتبعني ويكون ستفرج علي ابحث واقرأ في صفات رائد الاعمال صفات رائد الاعمال لو احنا جبنا هنا كده وقلنا صفات رائد الاعمال ايه هي ايواء اتفضل بص يا فاندم اه ايواء سمات رائد الاعمال اتفضل ادي كتابة هو انا بقلقه منه اللي هو مبادئ ريادة الاعمال كتب ريادة الاعمال عنده هي اكتر كتب موجودة عنده هنا ريادة الاعمال ازاي ابقى رائد اعمال ناجح اتفضل اهم سمات رائد الاعمال تعريف رائد الأعمال هو ذلك الشخص الذي يمتلك عمله ويديره بنفسه رائد الأعمال هو ذلك الشخص الذي لديه القدرة لتحويل فكرة جديدة إلى ابتكار ومشروع ناجح ولرائد الأعمال سمات تميزه عن الآخرين رقم واحد الثقة بالنفس كل الناس اللي بتتبعني كل رواد الأعمال والمصنعين والتجار والمستردين وكل من يريد أن يعمل في مجال التجارة الثقة بالنفس هي أهم سمات رائد الأعمال رقم اتنين عنده أفكار جديدة اللي هي ايه بيتواكب مع الأحداث والحاجات الموجودة أفكار جديدة طب أنا الوقتي بقى العمل بنظام الاعتمادات المسندية ده بس أعمل ايه اتصرف طلع أفكار جديدة ازاي بأشاطر ازاي اتفاعل ازاي بأنا مميز في عمل الاعتمادات المسندية رقم ثلاثة الحماس إن عنده الحماس الدائم وهذا الحماس لا يتوقف مهما ظهرت من مشكلات وعوائق يظل الحماس عندك للنجاح دايما يكون عندك حماس للنجاح وأنا لا أقف وغيري لا يقف والدنيا لا تقف الشمس هل عمرك شفت الشمس ما تلعجش في يوم من اليام؟ هل عمرك شفت الأمر ما تلعجش في يوم من اليام؟ هل عمرك شفت ما فيش النهار ما جاش في يوم من اليام؟ دائما كله بيسير كله ماشي هل عمرك شفت الأرض وقفت عن الدوران لا حوالي نفسها ولا حوالي الشمس؟ هل حدث لم يحدث كذلك ايضا انت رائد الاعمال لا تتوقف عن السير ابدا نحو تحقيق هدف النجاح اللي انت حطه لا يخشى الفشل من ايضا من سمات رائد الاعمال لا يخشى الفشل هو انا ليه ليه انا ولا انت اللي تتفرج علي ليه انا ولا انت بس اللي نفشل يعني ما فيه ناس خدت طريق النجاح وكملت فيه موفيتش ابدا لحد ما نجحت لا يخشى حتى وان تعرضنا انا وانت تعرضنا العقبات وتعرضنا المشاكل اوعى تقف يا صديقي لا تقف لا تقف عن تحقيق اهدافك وبعدين عشان ما تصعبش على نفسك ما تحضش هدف كبير قوي ولازم احققه خلال سنة لا مين قال كده حط اهداف مجزئة انا هدفي الاول السنة دي ان انا افهم الاعتمادات المستندية واذكرها كويس وافهمها كويس وطبق شحنات طبقا لنظام الاعتمادات المستندية تم تطبقها في البلد اللي انا عايش فيها ايه المشكلة ما الجزائر كلها بقالها شغالة اكتر من عشر سنين في نظام الاعتمادات المستندية والناس شغالة وبتكسم وعملين مليئين وسروات اش معنى انت اللي توقف يعني عنده ايضا الاقناع عنده مهارة الاقناع انه يقدر يقنع غيره دلوقتي انا مستورد سغنان كنت بستورد ب20-30 الف دلار ودلوقتي عشان اعمل شحنة باعتماد مستندي انا عايز اعمل شحنة بقى كبيرة ب50-60 الف دلار فانا محتاج تمويل فروح لجهات ممولة هتخش معايا استثمار يكون عندي مهارة الاقناع بقدراتي ومهاراتي ان انا اقدر انجح حتى ولو في ظل قرارات جديدة يظنها البعض انها تعيق تحقيق عمليات الاستراد بشكل اكبر المسابرة والاسرار ايضا من صفات سمية رائد الاعمال المسابرة والاسرار اصبر صبور عنده صبر واحدة 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 انا اعلنت عن منصة جوتشاينة من سنة ونص وكنت شغال قبليها بسنة ادي سنتين ونص حتى الان سنتين ونص ولسه ما اعلنتش عن سريان الفيرجن التانية او الفيزي التانية من جوتشاينة اونلاين ومش مستعجل ومش هستعجل لحد ما انا اتيقن تماما ان لما اطلع ليكم بمنصة جوتشاينة اونلاين تكون منصة على قدر طليق بحضراتكم وطليق بحيثا في الصين وطليق بالناس اللي هتخشها ايبقى ايزا عندي المثابرة والاسرار واخر نقطة اللي هي سمات رائد الاعمال يتقبل النقد يتقبل النقد ان عادي جدا ما فيش اي مشكلة فيه صديق بيقول لي كلامك غير صحيح ما عنديش مشكلة كلامي غير صحيح ايه المشكلة هو انا كلامي وانا نبي هو انا كلامي قرآن لا كلامي يحتمل الامام الشفعي اللي كان بيقوله لا مين اللي هو كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلامه غيري خطأ يحتمل الصواب صح يا جماعة فيتقبل النقد فانا بتقبل النقد وانتم تقبلوا النقد ايضا هذه سمات رائد الاعمال ده اللي انا عايز الفترة اللي جاية ان الناس كلها تتسم بسمات وصفات رائد الاعمال بلدنا مصر بلد كبيرة وكل بلدنا العربية ولي الفخر واني عربي واتحدث العربية ولي الفخر واني عربي فاحنا كعرب نفخر بعروبتنا وبلدنا مصر انا مصري افخر ببلدي وان بلدي مهما بتمر بعوائق فهي احسن بلد في الدنيا كلها احسن بلد في الدنيا كلها بلدي مصر فلابد أن أنا أتعايش مع الواقع اللي موجود وأحسن الظن بالتأكيد الناس اللي قائمين على الأمر أكيد البنك المركزي ما أصدر هذا القرار إلا أكيد مليون المية للصالح العام حتى وإن ربما الأشخاص ربما الشخص نفسه أسائل توقيت أسائل فترة أسائل كيفية التنفيذ ربما كل دوارد لكن في الآخر أكيد نحسن الظن أنه لصالح العام خلينا نكمل الأسئلة بسرعة عشان لو فيه أي صف القرار ده هيزيد من الطلب على الدولار بالتأكيد ده هيزيد من الطلب الدولار لأنه قبل كده أنا كنت بعمل فطورة وكان المورد ربما بيشحن ولا حاجة وبعد ما يشحن والبضاعة قبل ما توصل ربما حوله لكن دلوقتي قبل ما تعمل الاعتماد لازم تكون حاطت قيمة الاعتماد موجودة في الحساب البنكي بتاعك المفوض يبقى فيه استثناء للمصانع المصرية للسراد المواد الخام طبعا إحنا يعني كنا نتمنى أنه ما يكونش فيه قرار يكون فيه استثناء لأحد لأن القرار طالع البنكي المركزي أنه فيه استثناء لشركات الأجنبية واللي لها فروع كنا نتمنى أن يكون فيه مبدأ بالتكافؤ الفرص ما بين شركات المصرية والأجنبية ولكن ربما البنكي ليوجد نظر بنكي مركزي فتح الاعتماد يجب دفع إجمالي الفطورة أو دفع لا ممكن 30% وممكن قيمة الفطورة كلها بعد الشحن بس المورد يرضى بس طب بالنسبة للمستوردين الصغار إيه الحل؟ لازم المستورد الصغير يبقى مستورد كبير اتعلم ويقرأ وخش على قناة اليوتيوب هتلاقي خمس سلاف فيديو بيشرحوا الاعتماد المستندي خشوا وتفضل وأنا هعملوك فيديو إن شاء الله هسجل فيديو واشرحولكم إن شاء الله بيتكلم على موضوع الاعتمادات المستندية إيه أفضل بنكي بحكم خبرتك؟ مقدرش عرف طبعا البنوك كلها زي بعضيها في مصر أنا طول عمري يستورد من غير مدفع فلوس وبعد ما استلم تمن البضاعة من السوق المحل في مصر بحول قيمتها للمصنع في الخارج هل النظام ده كده بقى مستحيل؟ لا مش مستحيل ولا حاجة فيه فاسيليتز إن انت تدفع بعد خمس هل يمكن مكتب أستاذ هايسم يعمل تجميع الشحنات في L-C؟ آه طبعا فترة جاء 100% هعمل كده 100% هنشتغل L-C بشركتنا طبعا هنا في الصين وعندنا شركتنا في القيرة أهلا وسهلا بيكو برضو الوسيط أو الطرف الثالث في تقديرك كم نسبة عمولته لإنجاز التيتي بدل اعتماد المستندي؟ خد بالك هو الوسيط هيعمل تيتي مع المورد ومعك انت اعتماد مستندي ونفس القيمة هي فقط بياخد عمولته العادية يعني هل في بنوك معنا في مصر زاد خبرة ينصح بها في التعامل بالL-C مع الصين؟ طبعا خليك مع البنوك اللي هي في مصر من زمان يعني اللي هي عارفة القوانين المصرية وأنا أعتقد البنوك الحكومية البنك الأهلي بنك مصر الحاجات دي كلها أعتقد هم يعني هيكونوا ربما يعني عندهم يعني أقدروا لي مثلا بنحيس القصة هتليهم أقلهم شوية لكن هتلاقيه برضو بياخد إجراءات الروتينية ممكن ممكن يكون أكتر أنا معرفش عشان كلامي أنا شخصية عامة الوقتي يعني كلامي هيبقى فيه إحراق شديد لو أنا يعني ميقلت ميزة بنك أو عيوب بنك معين فسامحوني طبعا في حاجة زي كده يعني تقبلوا اعتذاري لو أنا بستورة برمجياته طبعا مش هتدخل مينة وخاصة البرمجيات دي كان ممكن تبقى دروب شبينج إزاي هتفع بL-C لا ما أنت عندك دلوقتي يا سيد أحمد خليل لو أي حاجة تحت قيمة الخامس سلاف دولار هيتم سيسناها من الاعتماد المستندي ده اللي أنا عرفته وجالي من أستامر سلطان أدمن جروب نادي البيزنس أو بيزنس كلاب وهو رئيس شعبة الساعات في غرفة التجارة القاهرة أحمد أيمن بيقول هل يجوز الاتفاق مع المورد على تفاصيل كل شيء بحكم حجم التعامل والشحن ثم قبل وصول الحويات بفترة قليلة يتم فتح الاعتماد بحيث لا يتم حجز قيمة الفاتورة بالكامل لمدة طويلة وإيه المدة اللي بياخدها فتح الاعتماد بحيث ما ضيعش وقت عند وصول الحويات وحضرتك أكد معنا فعلا لازم يتم حجز قيمة الفاتورة أكدت معنا وإن اختلفت شروط الدفع وبكده لا يوجد دفع بالآجل خالص والله دي تناقشها مع مسؤول قسم الاعتمادات المسندية في البنك يا جماعة الموضوع جديد فأنا خايف أقول كلام يحسب علي وأنا مكنش متأقن منه فالأفضل يا أحمد أيمن ترجع لي قسم الاعتمادات المسندية في البنك بتاعك تراجع معاه هذه الأمور هل ظروف الشحن لأن الآن أصبحت جيدة من حيث السعر الشحن بقى كويس أفضل والدنيا شغالة مفيش أي مشكلة خالص فيه طبعا فيه اعتماد قابل للتغيير وفيه اعتماد غير قابل للتغيير اللي هو الركافابل فيه طبعا ده كلام مزبوط عشان كده بقول موضوع مش سهل يا جماعة موضوع الاعتماد المسندية أنا أتمنى المستردين الكبار لازم يكون عندك موظف مختص بالاعتمادات المسندية ويوعى تستخسر فيه الفلوس لأنه هينجيك من غلطة واحدة في اعتماد مستندي واحد وأقفلك الشحنة كلها أنا أتمنى الناس كلها تراجع البس من أول وتاني شرحنا فيه الفرق بين مستندات تحصيل النظام القديم مسندة اللي هو التحويل الحر وما بين الاعتمادات المسندية والليتر أوف كريدت والإلسي وشرحنا الفروق والمميزات والعقبات اللي هتواجه المستردين كلهم ارجعوا للبس من أول وتستفيدوا منه أكتر وأكتر إن شاء الله بشكركم دايما لحسن مشاهدة تقدروا تتابعوني على جميع منصات توصيل اجتماعي فيسبوك يوتيوب نيستجرام سابشات تويتر لينكد إن كله تحت اسم هايسة مفصلين بالعربية وهايسة مشاهدة بإنجليزية إن شاء الله هكون معاكم حاول كون معاكم كل يوم في نفس التوقيت الساعة 3 ناخد ربع ساعة أو تلت ساعة كده بحيث إن شاء الله تحاولوا تستفيدوا إن شاء الله استنوني بكرة في الأيام دي هكون معاكم يوميا عشان المشاكل دي يوميا الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة 4 عصرا بتوقيت السعودية 1 ظهرا بتوقيت جرينتش هكو معاكم إن شاء الله يوميا على صفحة هيسة في صفحة رسمية انتظروني كل يوم الساعة 3 عصرا بكرة هكون معاكم 3 عصرا بتوقيت القاهرة معلومات جديدة وأخبار جديدة وكل ما هو جديد فيما يخص التجار والمستوردين والمصدرين ورواد الأعمال وكل الناطقين بالعربية حول العالم من هنا من مدينة إيو التجارية جنوب شرق الصين أحييكم وأرسل تحياتي لحضراتكم جميعا أشكركم على تفاعلكم وتعليقاتكم وكلماتكم الجميلة أتمنى من الجميع يعمل شير ومشاركة للبس المواشر الأكبر عدد من الناس ستستطيعون متابعة المزيد على قناة اليوتيوب حيثا في صينب العربية وحيثا من شانب إنجزية أراكم على خير وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته